السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد أرجو من الله أن الجماعة يكون بخير وحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتبعني كلكم كلكم بلا استثناء ربنا أرزقكم الجنة وغير حساب ولا صوبك تعزاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى بركة الله مرة نحضر الصحور ومرة نحضر الفطار النهاردة أحضر معاكم صفرة الفطار وهنعمل نوع فطاير حلو جدا جدا ولذيذ جدا وموفر جدا وبصوا هيعجبكم إن شاء الله بإذن الله العظيم وملاحظة كده أن المشاهدات وقع لي ولا تأثرت معاكم في إيه إيه اللي أنا زعلتكم فيه هو لازم يعني أقول لكم جوزي تجوز علي وأنا لسه الحنة في إدايا وأحنا وأنا والعيال قاعدين في الشارع يعني معقولة يعني أنت عايزين حوارات وقصص وأفلام هندي وأفلام توركي والحاجات دي يعني هي اللي محتوانة حلوة يعني محترم ومؤدب وابن حلال وطيب وكل الناس بتحبه حاجات حلوة بنقدم حاجات مفيدة لا بنشتم حد ولا بنقول لكم فلانا راحت ولا فلانا جات ولا الكلام ده خالص يعني فشجعونا كده مجدع منكم شجعونا بسم الله وعلى بركة الله عملناك كريم كرامل بما إني عملتوا معاكم كتير ما يردتش أشغلكو به يعني بنعمله بس ديكوريشن كده بالبسكوت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حطي على جنبي حاجة عشان يبرد هنعمل شربة عدس برضو عملها معاكم كتير فمش هشغلكو بيها الحاجة اللي أنا عملها معاكم كتير مش هشغلكو بيها شفتوا كيف أنا ما بحبش أحشي الفيديو وخلاص وعيد وزيد لا الحاجة بقى الجديدة وأول مرة هنعملها مع بعض النهاردة هي فطاير الزبادي بسم الله ما شاء الله حاجة كده آخر جمالي الناس اللي هتطبقها تدعيلي ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله انها هتطلع معاكم زي ما طلعت معاين طبعا شربة العدس ما بتاخدش حاجة عدس طماطم جذر بصل توم كل الليلة دي هنسويها مع بعضها ونفرومها كده بالهند بلانت وبعدين نحمر فصين توم مع شوية شعرية صغيرين وننزل عليهم على شربة العدس نخليه غلي ديتين وخلاص وانتهى الحوار على كده تمام كده بسم الله ما شاء الله ده ملح وكمنوك وزبارة خلطة بعملها عندي نغطيه يغلي كده على ما ايه على ما خلاص عم حمرنا الشعرية هي هنسمي ونتوكل على القبر راح عشان التش اللي انتوا عارفينها والتصوير والجوال نقلب ده كله ببعضه ونغطيه بصه بالزبط تلات دقايق على النار هادي وبعدين نطفي عليه مش محتاج اي حاجة غير كده فيش مع معبود بصه هتلاقوا ان شاء الله باذن الله كل حاجة سهلة الحياة سهلة والطبخ سهل والدنيا سهلة بس احنا ننوي ونتوكل على الله وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله هنا نويت عمل لهم مقارونا الايال قالوا نفسنا في المقارونا يعني ما عملتش مقاروناهم فترة طويلة مقارونا مش محتاج ان انا اقول لكم بتتعمل ازاي مقارونا بالسلسة بنصلق المقارونا ونصفيها ونحط عليها السلسة بس مش حاجة لكده زي ما انتو شايفين كده شطرة يا معبود شطرة يا حاجة اللي محدش بتفرج على فيديوهاتك الناس عايزين مشاكل وعايزين حوارات وعايزين الناس بيشتموا ببعض وعايزين افلام هندي ملناش فيه ملناش فيه خالص ملناش فيه هعمل برضو معاكو كبده النهاردة بطريقة حلوة جدا ان شاء الله انها تعجبكم عندي كبده شريح زي ما انتو شايفين بصوا يعني على نظام اللحمة الاسكالوب بالزبط بس الكبده بسم الله ما شاء الله طريقة دي حلوة عندي فصين توم فصين توم مهروسين وليمونة ليمونة نعصرها ونحلفها ونحلفها نخليها تحلف ايوا كده بصوا نطلع كل اللي فيها نطلع الميا اللي عندها واللي عند اللي خلفوها كل حاجة تمام كده وشوية ملح مع كمون والتكة بقى الحلوة التكة الجديدة اللي محدش هيقول لكم عليها شوية دبس الرمان نخلط الليلة دي كلها بعضها ونتقبل بيها شرايح الكبده بتاعتنا طريقة الكبده دي بصوا بتمشي مع المقارونة مقارونة بالسلسة تمشي مع الرز بشعرية لو مثلا احنا مستعجلين نعمل الكبده زي ما انتوا شايفين كده بس يعني اساسي في الوصفة دي ان الكبده ما تكونش مقعبات ولا مربعات ولا طولي ولا اسكندراني تكون شرايح زي ما انتوا شايفين شرايح رؤية زي اللحمة زي ما قلت لكم الاسكالوب بني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك تمام كده تمام التمام حلوة كده محتاجين نسيب الكبده بتاعتنا اقل شيء عشر دقيقة في التدبيل او ربع ساعة كل ما فضلت زيادة كل ما دتنا الطعم التوب التوب بسم الله ما شاء الله طبعا انا بافصل بس بها الوقت اللي انا عايزا بافصل وبرجع لكم تاني علشان لا اله الا الله عشان وقت الفيديو ما يطوالش هنسمي ونتوكل على الله وطوى فاضية وننزل بشوية زيت كده عشان ايه نبدأ نحمر الكبده بتاعتنا طريقة دي حلوة جدا يا جماعة اللي جربها يبقى يقول لي زبطت معاها ما زبطتش بس هي جميلة تحفى بصراحة هنسمي كده ونتوكل على الله ونبدأ ننزل بالكبده بتاعتنا بس اساسي الزيت يكون سخن يعني يكون سخن زيادة مش بس بارد كده وننزل بالكبده هتكش مننا لكن كده الكبده هتفضل زي ما هي هتفضل شرائح كده وشكلها حلو وبسم الله ما شاء الله ورحتها اللهم بارك وهتشوفوها دلوقتي بعد ما خلص هنا خلاص بتاخدش على النار ولا تلات دقايق بس تقلبها باستمرار دي بس الرمان بيديها بصوا بيديها طعم حلو جدا بسم الله ما شاء الله هحمرهم تلات اربع جتع او خمسة هحمرهم كويس زي ما انتو شايفين بعد ما حمرها طبعا هحطها لحد ما تبرد ولما يجي اقدم الاكل هقطعها شرائح زي ما قلتلكم انا بعملها على طريقة اللحمة اللي هي سكالوب بني زي ما انتو شايفين كده تحسوا ان الحتة اللي في النص كده وخلص الوصفة بقى بتاعتنا الوصفة الاساسية النهاردة اللي اول مرة بعملها معاكم هنعمل معجنات بالزبادي يعني العجينة فيها زبادي هننزل بعلبة زبادي وكباب مايا دافية ومبدئيا هسيب لكم كل المقادر دي في صندوق الوصف نص كباب زيت تكت ملح صغيرا ملح بيصبق قوام العجينة تلات معلق سكر بسم الله ما شاء الله تمام كده تمام نقلب الليلة دي كلها ببعضها محتاجين ان احنا نقلب كل المكونات السيلة فبعضها طبعا لسه الخميرة هنحط معلقة خميرة وزي ما قلتلكم هحط لكم مقادر العجينة دي في صندوق الوصف عجينة بصوا اكثر من رائعة هاشة وطرية وقطنية ولذيذة في نفس الوقت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا هنزل بتلات معلق حليب بودرة ما فيش حليب بودرة خلاص عادي مش مشكلة يعني بس دم فيه نستخدمه يعني احنا جايبينه ليه عشان نستخدمه بسم الله ما شاء الله ادو بالحاجات دي كلها ببعضها كويس جدا نفس علبة الزبادي اللي انا حطيت بها الزبادي اعير بيها اربع كبات دقي وانزل بيهم اربع مرات يعني في علبة الزبادي اخد الليلة دي كلها اعجنها في العجانة ووريها لك وهنا بعد ما تعجنت هسمي وتوكل على الله واغطيها بنيلون ناصق وحطها في مكان دافي لمدة 40 دقيقة او اكتر لحد حجمها ما يتضاعف وتتخمر وتبقى جاهزة ان شاء الله ان احنا نشتغل فيها تمام كده تمام لايك يا ولاد لايك يا حلوين دي الحشوة حشوة حلوة جدا حشوة الدجاج برضو صدور الدجاج انا عملتها معاكم قبل كده ومع ذلك هسيب لكم المقادير مقادير الحشوة في صندوق الوصف اللي عايز يعملها بنحط عليها جبنة مزدرلة بنحط عليها قصبرة حشوة اكثر من رائعة بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك هقلب الليلة دي كلها ببعضها زي ما انتوا شايفين ونبدأ نشوف العجينة بتاعتنا وصلت لفين بس نقلب الحشوة الاول الحشوة دي يا جماعة بصوا خطيرة خطيرة فيها جشطة وفيها بصل وفيها صدور دجاج وفيها جزر مبشور بسم الله ما شاء الله هنا العجينة اللهم مباركة هاي الحجمها تضاعف وبقى كويسة كده نبدأ نسمي ونشتغل فيها دول جبتهم من ابو خمسة بس الله هو وقلكم فاشلين 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 ما ليش حظ انا مع حاجات السنبوسة دي قلت اتوكلي على الله يا المعبود واشتغلي بيدك يا حاج احسن حاجة في الدنيا ان الواحد يشتغل بيدك حمد لله ربنا يبرك لنا في ايدينا حمد لله رب العالمين هابدأ قطع العجينة طبعا جطعة كبيرة عشان هفردها وبعدين قطعها بالقطع عشان ايه عشان ننجز عشان ننجز على طول يعني تعارفين انا بدخل المطبخ بعد العصر لازم كل حاجة تكون جاهزة قبل المغرب بعشر داقي لازم الصفرة تكون محطوطة خلاص يعني بسم الله ما شاء الله اه بنقطعها اربعة جمعة عندي اربعة جطعة حتى قطعت واحدة كبيرة يلا مش مشكلة لقيتها مش جاة اتنين ومش جاة يعني تيجي واحدة وخلاص قطعتها جطعة واحدة وخلاص بسم الله ما شاء الله محتاج ان انا سيب العجنة دي ترتاح كده بصوا عشر دقايق حط عليها شوية دقيق بس على وشها كده عشان ايه ما تنشفش واغطيها واسيبها عشر دقايق بعد العشر دقايق هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ نفرد اول واحدة نفردها بيدنا الله يحيي نفردها بالفرادة ده هي اللي احنا جبناها من ابو خمسة هوريها لكم عادي برضو كل واحد يفرد بالطريقة اللي تعجبه البتاعة دي حلوة وبتسهل حلوة جدا وبتسهل للوقت اه وبتدينا بصوا بتدينا سمكوا واحد للعجينة مش حتة بقت خينة وحتة رفيعة لا كله زي بعضه محتاج ان انا افردها كده هو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حلو كده حلو قوي بسم الله ما شاء الله طبعا عندي الأطاعة جايبها من ابو خمسة برضو هوريها لكم حلوة جدا وعملية كده تمام خلق سيام معبو دخل ايوه شفته دي حلوة قوي قوي بسم الله ما شاء الله اضغط بس عليها كده هو ولازم اضغط عليها عشان احيانا لما بنضغط بسيط ما بتطلعش كويس فنضغطها كده هو نضغطها جامد يعني طلع القوة فيها شوفوا بسم الله ما شاء الله قطعتهم لي بطريقة حلوة وطريقة جميلة وطريقة متنسقة وكلهم زي بعض حلو قوي حلو كده تمام التمام هناخد اول واحدة كده هو بس نضبطها بيدنا ونحط بقى عالجهة الطرية اللي هي بتلزق شوية بسم الله وعلى بركة الله وهنبدأ ناخد من حشوة الدجاج بتاعتنا اللي انا هسيب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف للناس اللي عايزة تجربها وابدأ قفلها بالطريقة ده احسن حاجة واسهل حاجة بسم الله ما شاء الله بلا بتعسن بوسة بلا وجع قلب بلا كل شوية جيب واحدة وقصرها لا ما ينفعش كده تمام كده تمام بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلو زي الفل هنعمل كل الكمية اللي عندنا زي ما انتوا شايفين كده هوريكو الصنية وعايزة برضو ايه نفسه عاوزة برضو نعمل خلطة كده حلوة ندهم بيها الفطير دي من فوق عشان ندخلها الفرن واش صراحة يا جماعة شغل الفرن حلو نضيف يعني ولا زيت بقى ولا وجع قلب ولا دهون شغل الفرن نضيف للامانة بس احنا اللي كسلانين احنا اللي بنكسل ونرمي في الزيت وخلاص بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا هعمل الكمية كلها انا بوريكو قد ايه يا سهلة وبتتعمل معايا بسرعة وبتتأفل بسرعة وباسم الله ما شاء الله اللهم بارك عايز اوريكو الصانية اللي انا عملتها اهي ادي اول صانية حالوة زي الفل وخلي بالكو برضو الامر مش هيس لما هتلقوا واحدة تفتحة في الفرن عادي هتتفتح بس يعني ايه فتحة بسيطة مش مشكلة هنسنى ونتوكل على الله بيضة ونحاول نفصل البياض عن السفار ودي يا جماعة موضوع القشرة ده نحطها هنا ونودها هنا دي اسهل طريقة لفصل البياضة عن السفار انا محتاجة بس السفار بسم الله على بركة الله تمام هنزل على السفار بشوية نسكة فيه جهوة اللي هي القهوة سريعة الزوبان اه بصراحة بتدي لود في الفطير تحفة تحفة ما شاء الله وبرضو ريحة النسكة فيه بتحش الزفارة اللي بتكون في البيض اللهم بارك اه هنسمي ونتوكل على الله بالفرشة كده ونبدأ ايه واحدة واحدة ندهنها كويس صراحة الخلطة يا دي يا جماعة بتدينا بتدينا لون ولا اروع هتشوفوه بعد شوية لما تطلع من الفرن طبعا انا عملت واحدة كده وعملت واحدة سيدة من غير مدهن وشها اي حاجة وعملت واحدة بالحليب والبيض يعني فتحت بيضة وحطيت معا شوية حليب وقلبتهم مع بعض ودهنت بيهم اخر صانية هوريكوا الفرق بين التلاتة يعني بين دي صراحة دي طلعت اجمل لون فيهم رغم اني ماكنتش مقتنعة بيها اوي الاول مرة بعملها للامانة بس اولادي قالوا لي حلوة من شكلها حلوة ورحتها حلوة و جميلة ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اه هو المفروض ان ادهنها كويس جدا يعني عشان تطلع لي كلها لون موحد عندي الفرن يفضل ان يكون شغال قبلها بعشر دقيقة تحت وفوق على درجة مية وتمانين بتعود في الفرن بالزبط اقل من ست دقيقة بس نبص عليها باستمرار نوديها كده ونجيبها كده تمام تمام دي تاني صنية عملتها بقى رحت عند الفرن دي تاني صنية حلوة جميلة كويسة عملت كل ده على ايدي ما استخدمت دي اول واحدة طلعت شفتو بصو يا جماعة تحفة والله جميلة ودي تاني واحدة مفيش عليها مفيش عليها حاجة خالص دي عادية بصو جميلة ومن تحت زي فوق بس نغطيها يفضل اول ما تطلع من الفرن نغطيها بقماشة نظيفة ونسيبها شفتو بقى تحفة تحفة عايزة بس اوريكو من جوة الحشوة حكاية والعجينة ذات نفسها قطنية كده وهشة وجميلة بسم الله ما شاء الله ودي كل الكمية اللي انا عملتها اللهم مبارك شفتو اللي فوق دي دي اللي بالحليب والبيض دي بالحليب والبيض العادية دي بقى دي مفيش عليها حاجة خالص مفيش بس جميلة فتح لنا واحدة يا معبود برضو حلوة زي الفل لسه سخنة جبنا المزدري اللي عاملة فيها شغل شغل حلو يعني تمام كده تمام نغطيها بقى ونروح نشوف بقى افطرنا النهاردة عايزة اعمل معاكو عصير حلو جدا جدا ومفيك جدا ولزيز في نفس الوقت عصير البابايا او العنبروت في ناس بيسموها عنبروت البابايا دي يا جماعة منتشرة جدا دلوقتي موجودة بتتزرع في جايزان تحياتنا لأهل جايزان فابو عريش بتتباع الواحدة بخمسة ريال بعشرة ريال والله عندي ثلاثة ممكن بقى لهم اسبوع خلاص نعمل عصير النهاردة وعندي حبحة بقى دخلت في الشهر ونص شجعوني وقلولي المرة الجاية معبود اقسر البطيخة اللي عندك حرام والله مش عارفها وباقسر هاز ليه محتاجة ان انا قطاه حتك كده صغيرة بحطه في الخلاط بحط عليه شوية السكر وازود عليه الحليب بس ما فيش حاجة غير كده واضرب ده كله مع بعضه في الخلاط هيدينا كده بصوا كوكتيل لونه ورد كده وجميل بسم الله ما شاء الله هوريه لكم بعد شوية نحط بس الكسات طبعا انا لما بجيب عصير منبرة كوكتيل من اي مكان بجيبه في علب زي كده بخسلها ونشفها وعينها ممكن نحط فيها عصير برضو اللي احنا عاملينه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كان طعمه جميل جدا وكان رحته جميلة وفي نفس الوقت شكله حلو برضو حسن هو وردي كده جميل ده بس بابايا مع حليب مع شوية سكر صغيرين بس ما فيش حاجة غير كده بسم الله ما شاء الله نمسح بقى الليلة اللي وقعت دي اه لازم عادي يا جماعة كل الناس بحصل معها كده يعني مش لازم افصل وعدة مس عادي ايه المشكلة يعني زي ما قلت لكم يعني زي ما بطبخ فحياتي بطبخ معاكم والله بسم الله ما شاء الله نحطه بقى في التلاجة شوية يبرد لحد ايه ما نحضر صفرتنا العشق بقى العشق يا جماعة القهوة القهوة السعودي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حطت الفناجين هسمي وتوكل على الله ما كنت حطى الجهوة على النار خلاص انطبخت وبقت تمام التمام والريحة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اه حتى الجهوة معنداني مش رادي هتنزل كده مزبوطة مش عارفة في ايه مش عارفة في ايه ايه ولادي نزبط ثلاجة بتاعتنا ونغطيها كده بسم الله وعلى بركة الله نحط الطمر بتاعنا ونحط الصفرة ونشوف عملنا ايه تمام عافية عليك يا معبود برافو عليك يا حجة برافو الله ما شاء الله نقول بسم الله وعلى بركة الله حبيت بس اوريكم المكارونة بعد ما قطعت عليها شراح الكبدة حاجة كده اخر جميل بصوا لازازة لازازة ما فيس كلام اتمنى تجربوها ودي الصفرة بتاعتنا اللهم بارك المكارونة مع شراح الكبدة اللي عملناها بدبس الرمان الفطاير اللي بصوا اكثر من رائعة تحفة جربوها ودعو لي سيب لكم مقادير العجينة والحشوة في صندوق الوصف الكريم كرامل شربة العدس عصير البابايا الجميل اللي بسم الله يمسى الله اللهم بارك الناس اللي وصلت معنا للحتة العسل السكر دي تدينينا لايك كده مجدعة بس هو ده كان الفيديو بتاعنا اتمنى بقى ان هو يعجبكم وان شاء الله باذن الله ان كنا منعايشين لنا فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة